بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب بين النقد الهدام والإصلاح كتب إلي أحد الأخوة اسمه عادل محسن يقول أنه كان شعيا وترك التشيع كتب لي هذه الرسالة يقول أستاذ أحمد صراحة أنا سمعت أغلب محاضراتك وهذا ما زاد يقيني أن العقيدة الاثنى عشرية ليس من الإسلام لأنه لا يوجد شيء من الإسلام لم يغيروه أو يطعن به أما مجهودك في تصحيح فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك ولكنك كمن ينطح الصخرة الناس غيبت عقولها واتبعت الخرافة والعاطفة نسأل الله لهم ولنا الهداية وقد ناقشته على الخاص كثيرا في الحقيقة يعني ورأيته في كلامه مغالاة ومبالغة وتطرفا كبيرا العقيدة الاثنى عشرية تقول أن الأئمة الذين عينهم الله بعد الرسول هم اثنى عشر إماما سواء كانت هذه نظرية صحيحة أو خاطئة فهي لا تتعلق بالإسلام لا تقول لا ترفض توحيد الله تعالى ولا ترفض الإمام بالآخرة ولا ترفض النبوة فكيف أن نقول هذه العقيدة ليست من الإسلام ربما أن نقول يعني الإسلام في الحقيقة يجمع بين جميع المسلمين كل الطواعف الإسلامية تؤمن بالله تعالى وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالنبي وتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتفعل كل شيء وتلتزم بالواجبات وتنتهي عن المحرمات إنما العقيدة الاثنى عشرية أو قبل تطور الاثنى عشرية وولادتها في القرن الرابع الهجري كانت هناك فكرة أخرى هي فكرة الإمامة الإلهية أن الحكم بعد الرسول صراط الله سلامه عليه يكون في هذه السلالة العلوية الحسينية وأن النبي قد نص على الإمام علي بالخلافة ثم تنتقل الخلافة من واحد إلى آخر كانت في البداية مستمرة نظرية الإمامة لم يكن لها حدود لم تكن محددة باثنى عشر أو اطنى عشر ألف أو اطنى عشر مليون إلى يوم القيامة ثم عندما توفي الإمام الحسن العسكري ولم يكن له خلف ظاهر فقال بعض شيعته بوجود ولد له في السر ثم تكونت العقيدة الاثنى عشرية ما يسمى بالاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري وهي بالحقيقة يعني في المجال السياسي ليست في المجال الديني المجال الديني كما قلت لكم متفق عليه بين جميع المسلمين والشيعة أيضا الإمامية والاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية وكل الفرق الشيائية تؤمن بالإسلام وتؤمن بالقرآن الكريم إنما الموضوع الإمامة كما حدث لدى السنة مثلا إيمان بشرعية خلافة الأمويين أو العباسيين أو الأثمانيين أو المماليك أو غيرهم وأنهم نظرية لا تزال موجودة حتى اليوم بأن أي واحد يستولي على السلطة بالقوة يصبح إماما ويجب طاعته ويجب الخضوع له هذه النظرية أيضا يمكن القول أن هذه النظرية السياسية ليست من الإسلام يمكن واحد يناقشها السنة الذين يؤمنون بهذه النظرية طبعا قسمهم من السنة وليس جميعهم يؤمنون بهذه النظرية الاستلاع على السلطة بالقوة أو الحاكم الظالم وكثير من أهل السنة لا يؤمنون بهذه العقيدة كما أن ليس كل الشيعة يؤمنون بالإمامة هناك شيعة قديما وحديثا لن يكون يؤمنون بالنص على الأئمة النص الجلي يقولون إشارات على الأئمة إشارات خفية يسمونه النص الخفي وأيضا ربما لا يؤمنون بكل الشيعة لا يؤمنون بالاثنين العشرية فهذه النظريات السياسية هي نظريات تستند أو تستعين أو تؤيد أفكارها بأحاديث قد تكون موضوعة سواء حول الاثنين عشرية أو حول طاعة الحاكم الظالم المتجبر المسيطر بالقوة والإرهاب على الناس أيضا هناك أحاديث لدى السنة ولكن هذا الأحاديث يمكن واحد يناقش فيها ويقول هذه الأحاديث غير صحيحة يمكن الآن يعني احنا بعد مئات السنين المسلمون جربوا مثلا نظرية الشيعة جربوا نظرية الإمامة أو نظرية الاثنى عشرية والسنة أيضا جربوا النظريات الدكتاتورية الاستبدادية وحصل رأي عام لدى عامة المسلمين اليوم بضرورة أن يكون الحاكم عادلا وأن يكون منتخبا من الأمة ولا يجب طاعة الحاكم الظالم الفاسق إنما يجب أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة والأمة هي التي تنتخب الحكام هذه النظرية الديمقراطية السائدة هذه الأيام وفي التراث الإسلامي عموما سواء الشيعي أو السني هناك أحاديث كثيرة غير معقولة أحاديث فتاوى فقهية غير صحيحة طقوس وعادات مثلا موجودة عن بعض الناس يمكن واحد ينتقدها يمكن واحد يصلحها أو يعيد النظر فيها ويعالجها ولكن لا يجوز أن نطلق أحكام نقدية سلبية قاطعة ومغالية جدا بأن هذه الفرقة تعادي الإسلام أو ليست من الإسلام في شيء أو أنها مثلا كذا وكذا أدلعي جوز إنما يجب أن ننظر باعتدال أن عامة الناس مسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة أو أباضية أو زيدية وإنما قد تكون أجل نظريات سياسية قديمة خاطئة على أكل تقدير نقول أنها نظريات خاطئة يمكن أن نصلحها طبعا في التاريخ الشيعي أيضا إذا أجينا على الاثنى عشرية الاثنى عشرية أنا كتبت تعليقنا على ذلك بأن النظرية الاثنى عشرية نظرية سياسية ولدت ميتة ووضعت نهاية لنظرية الإمام الإلهية المثالية الخيالية الوهمية نظرية الإمام الإلهية تقول بأن الحاكم العادي حتى الفقيه العادل هذا حكم غير جائز يجب أن يكون الحاكم معصوما ومعينا من قبل الله تعالى وهذا صعب إثباته وصعب إيجاده في الحقيقة حتى في زمان أئمة أهل البيت كان هناك خلاف بين أبناء الأئمة وبين الشيعة حول هذا المسألة لم يكن حولها إجماع هي نظرية مثالية أن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعينا من قبل الله مثل الأنبياء هذا الشيء صعب ما يمكن إحنا في كل زمن وفي كل مكان نعثر على هكذا حاكم معصوم ومعينا من قبل الله فهي ذا النظرية مثالية وخيالية ووهمية ما على حقيقة رغم أنه القائلون بهذه النظرية استدلوا أو جاءوا بأحاديث لكي يثبتوا نظريتهم أو جاءوا بتأويلات للقرآن الكريم لكي يثبتوا نظريتهم ولكن عمليا لم يقدموا لنا منذ مئات السنين هكذا أئمة معصومين ومعينا من قبل الله النظرية الاثنى عشرية ختمت هذه النظرية وقضت عليها بالحقيقة لأنها قالت بوجود إمام مختفي هو الإمام الثاني عشر وبالتالي يطلق عليها النظرية الاثنى عشرية فهذه النظرية سابقا الإماميين كان عندهم أئمة ظاهرين يتمحورون حولهم أما هذه النظرية الاثنى عشرية تمحورت حول إمام غير موجود في الظاهر سواء كان في الواقع موجود أو غير موجود ولكنه في الظاهر غير موجود وبالتالي جمدوا العمل السياسي وجمدوا الثورة وانتهى مشروعهم يعني لم يكن لديهم مشروع سياسي حيوي مقابل الحكومة العباسية في ذاك الزمان الفاطميون الإسماعليون كان لديهم أئمة في الواقع والتفوا حولهم وأقاموا الدولة الفاطمية في نفس الوقت أقاموا الدولة الفاطمية في القرن الرابع الهجري والخامس وإلى منتصف القرن السادس الهجري بينما الاثنى عشرية ما كان لديهم مشروع سياسي لأن الإمام غير موجود غير ظاهر فلذلك قلت أن هذه النظرية الاثنى عشرية هي نظرية سياسية ولدت ميتة بعض الأخوان ناقشني قال فيه أحاديث حوله طيب الأحاديث يعني إذا تناقشت في سنة الأحاديث تكتشف هذا الأحاديث موضوعة وغير صحيحة وعمليا بالتالي هذه النظرية ميتة إلى أن حدث التغيير أو حدثت الثورة في الفكر الشيعي فيما يسمى في الشيع الاثنى عشرية هي نظرية المرجعية أولا ثم نظرية ولاية الفقه ثم النظرية الديمقراطية هذه النظريات متدرجة هي كلها تقوم على الشورى انتخاب المرجع انتخاب الولي الفقه انتخاب القائد بصورة رسمية الآن سابقا خلال مئات من السنين الالتفاف حول المراجع والعلماء كان نوع من الانتخاب الديمقراطي ولكن انتخاب عفوي شعبي يعني غير مقنن وما في دستور وما في يعني بصورة رسمية الى ان قامت الجمهورية الاسلامية في ايران ووضع الدستور لهذا الحكم يقوم على اساس الانتخاب والشورى الجمهورية الاسلامية وطبعا اشترطوا ان يكون الحاكم فقيها عادلا في التجربة العراقية العلماء ايدوا هذا الدستور وهو لا يشترط ان يكون الحاكم فقيها عادلا انما يكون ملتزما بالقانون فقط وفقط فهذا تطور كبير حصل وتطور اقلاني يعني بعد ما تقريبا الف سنة كان الشيعة الاثنى عشرية مخدرين ونائمين وينتظرون اماما لم يثبت وجوده ولم يظهر خلال الف عام فقالوا انه هذه النظرية يعني عمليا قالوا يمكن نظريا لا يزال بعض الناس يتشبث بهذه النظرية الامامية الاثنى عشرية ويشترط ان يكون الحاكم معصوما معين من قبل الله ولكن عمليا عامت الشيعة اليوم سواء في العراق او في ايران او لبنان او باكستان او تركيا او افغانستان او اي مكان لم يعودوا يشترطون هذه الشروط المثالية الخيالية الوهمية ويكتفون بان يكون الحاكم اما فقيها عادلا او انسانا عاديا طبعا في ظل الغيبة خلال الف سنة عن مسرح التاريخ ومسرح الاحداث عندما افتقد الشيعة الاثنى عشرية الامة عمليا افتقدوا الاتصال معهم حدث نوع من الغلو حول الامة ما هو دور الامة وما هو دور الامام الثاني عشر الغائب هو مثلا ادارة الكون او هو مثلا الرزق الحياة الموت مساعدة الله تعالى افكار مغالية هي من بنات الغلات انتشرت هذه الافكار عن بعض الناس انه الامة هذا دورهم لانه ما عدم دور سياسي ما عدم دور امامي يقومون بدور الامامة الامة وهدايتها وارشادها وتفسير القرآن وما الى ذلك فوضعوا تصورات خرافية ايضا عن الامة وانهم مثلا بعض الامة يشافون المرضى او يلبون الحوائج الناس او يقضون حوائجهم باب الحوائج فلان باب الحوائج فلان هذه ايضا يعني نظريات خيالية يعني بالحقيقة او خرافية وغير صحيحة الاخ يقول انه انت الاخ عادل محسن يقول انت يعني مجهودك في تصحيح هذا ما يمكن يثمر وكأنك كمن ينطح الصخر اقول له لا صحيح بعض الناس في اوساط الشعبية من الشيعة مثلا لا يزالون يؤمنون بعض النظريات او بعض الاقوال وبعض الكذا ولكن اموم التيار المثقف المثقف في الشيعة هم اقلانيين وقرآنيين يلتزمون بالقرآن ويعني يلتزمون تطور الديمقراطي اكبر دليل على ذلك انه بدأوا يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بالشورى يؤمنون بالدستور وبنظام الحكم المنتخب فنحن نقول يعني انا في الحقيقة لا اقوم بدور اصلاحي كبير انما هناك اصلاح في الواقع يحدث هناك صلاح واصلاح يحدث في واقع الشيعة ويتج بهم نحو الاقل والقرآن والألم والحياة السياسية الطبيعية وامل ان يزداد هذا الوعي طبعا التيار السلفي الشيعي او التيار التقليدي يمكن له صوت عالي قنوات فضائية كثيرة او اعلام كبير ويكرس الفكر التقليدي يكرس بعض بعض الرواديد مثلا اللي هما قد يكودوا التيار الشعبي في اشعارهم وفي غلو وفي خرافات واساطير عندهم ولكن هؤلاء لا يمثلون عامة الشيعة يجب ان ننظر الى الجانب الاخر من الامر من واقع الشيعة اليوم واقع اسلامي واقع عقلاني واقع قرآني واقع المي ننظر الى هؤلاء ونأمل ان شاء الله ان يتعزز هذا التوجه في صفوف عامة الشيعة وتزول هذه الخرافات والاساطير ويتحد المسلمون جميعا وهم الان متحدون في الاراق مثلا شوفون العملية السياسية رغم كل المحاصصة والاسماء الاطائفية الا ان هناك وحدة اسلامية هذا دليل على تطور ايضا في صفوف الشيعة وفي صفوف عامة المسلمين ونأمل ان شاء الله ان تتقدم مسيرة الاصلاح نحو الامام في المستقبل اكثر واكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا